يترك علي وحسين برات الطفولة ويصحيان معابيهما باكرا وسط هذه الأكوام من النفايات بأحد المطامر الصحية في النجف ثم بين راحة الغاز المنبعث ودخان الحرائق يقتات هؤلاء على فتاة الأوساخ للعيش وسد رمقهم من الجوع الذي لا يعرف صغيرا ولا كبيرا هنا وقاطعنا الضيم وهي حوائل وتعبانة وعيشتنا على الحديدة هاي والقوطية وشغلها كتريلات يجعل خمسة تريلات ستة قلبا ونلقطها وكش ما نحصل وضع الله ينصفن هل يشوف هاي حوائل ناس تعبانة وقاطعها الجوع ومايونة هانا ما مقبولة لا فرص عمل لا رواتب عندهم بس عايشين على الله وعلى هالكارتون هالا والنايلون ويبيعون جلس ما عندهم مشي يعني ولا واحد يعني لا ما سأولي كل مرة يجوني يصوروا شيء ما سأولوا شيء تمثل هذه الشاحنة المليئة بالنفايات مصدر رزقا للمنسيين والمعدمين هنا علهم يجدون فيها ضالتهم المرمية على الرغم من الأضرار الصحية والبيئية ومنها الغازات المنبعثة ومخاطر البحث العشوائي ولا كإن بلادهم من أغنى دول العالم وأكثرها ثروة صاد حوادث هاي وبدت رأينا نرجع عليه الباب ووعد صابعة انتهنا صابعة وهوالي هذي ليش نيجتنا هذي نور المجاعة آل أسأل متقاعد عندك متقاعد عسكري أرات بخمسين ألف خمس بيت ألف ها تستحين خمسين الفصل عند عشر نفرات الكهرباء والمي ما يكفن أجهنا أشتراعنا المدينة والجدي يا ريتي وطفون الشباب يا رتي فتحون تطوع حتى الشباب أكلت تروح قلت عمر بالطمر صحيح قال الله نبيع كارتون نبيع غوطية والله دمار كشو ماكو لا أدرسوا لهذا من طفل لساعة ماكو لا أدرسوا لهذا هذه المشاهد وفي غيرها أكثر ألما للأطفال والنساء والشباب لا توجد إلا في العراق الذي يفتقر وبحسب متخصصين لمعامل وشركات خاصة لتدوير النفايات التي من الممكن لاستفاد منها بمجالات عدة بين الجوعي والأزمات الاقتصادية والسياسية المتلاحقة يبقى هؤلاء المنسيون في تلال النفايات والأنقاض هم الخاسر الأكبر والاكتراث حقيقي من أصحاب القرار والسلطة لانتشالهم من واقعهم المرير من النجف محمد رزاق التغيير